اهلا بحضراتكم مرة تانية نتمنى ان شاء الله الحلقة الجميلة لحدك بتقدمها دي نقدم حاجة محترمة جدا وتكون يعني تساعد في اداء تطوير الحكام في الفترة القادمة اللي كان حدثت فيها مشاكل قبل كده صحيح يعني على مستوى التحكيم في مصر عندنا حاجات كتيرة جدا وحضرتك محضر وكلام كتير جدا لكن خلينا نبدأ بحكام المباراة المباراةين النهاية ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد حكم مباراة ان شاء الله يوم الحد وحكم مباراة يمكن الاسباء اللي بعديه في مباراة العودة خلينا نقول الأول بنحاية تحادفريكة بالأمانة تحادفريكة النهاردة عمل قاعدة من الحكام الصعادين الوعدين اللي هما يعني خادوا تجارب في المؤتد الكثائية وده ممكنش منشوفه أبدا في الحكام الحكام الأدام كان سيكازوي ماجيت النضاي كان فيكتور جوميز النهاردة عندنا حكام كتيرة جدا جدا صعادين وعدين منهم معتز الشلماني على فكرة معتز الشلماني والده الحكم الدولي الكبير عبد الحكام الشلماني واخد كثير من مباراة كابتن هاني في البطولات الأفريقية معتز يطالع يمكن نفس المستوى يميز معتز عنده اليقر البدنية كويس قوي ده حكم مباراة إن شاء الله يميز حد كابتن سعر معتز في المباراة الأولى وخلي بالك هو أدار مباراة لناد الأهلي هنا على ملعبنا وأدار مباراة في شكل كويس تمنى طبعا المعتز إن هو يدير هذه المباراة هو عنده طموح طبعا وكل الحكام الصعادين الميزة النهاردة بيتنافسه منافسة شريفة يعني هنا فيه تنافس بالحكام الصعادين سواء كان هو عندنا دانيا اللاريا عندنا محمود اسماعيل حكم كثير جدا صغيرين منهم معتز الشلمان تمنى طبعا التوفيق في المباراة الأولى تمنى طبعا هيبقى عنده هو الشخصيات التحكمية موجودة عنده ناحية البدنية كويس قوي قوي عنده كمان الناحية الفنية كويس كحكم شخصيات التحكمية وإدارة المباراة تمنى إن شاء الله ربنا يوفقوا في المباراة الأولى ونتمنى طبعا أكيد التوفيق لنادى الأهل أنه هو يحسم هذه المباراة في المباراة الأولى المباراة الثانية عندنا باملك وباملك ممكن من الحكام اللي هم عندهم خبرات كبيرة جدا باملك الأسيوبي في مباراة تقريبا تكريم ليه في النهائي أعتقد يعني هيكون حريص جدا باملك يقول لك المباراة النهية بالنسبة له هيعلن اعتزاله بعضية المباراة لكن يعني أنت قبل الهوى طمينتيني الأمور هتبقى صعبة أن يكون في أي حاجة وهو هيأكد أن المباراة اعتزاله عايز ينهيها بأفضل شكلها شوف كابتناني عندنا باملك هو إيه هدف باملك؟ باملك أي حاكم في التحاد الفريكي بيبطل عنده أمال وطموحات إيه هي هخلص هنا هاخد كرسات في التحاد الديو واتحاد الفريكي هبتدي تشتغل في التحاد الفريكي هبتدي تشتغل كمحاضر فعنده طموحات أنه أنهي مسيرة التحكمية أخرج من باب الكبير وده مهمة جدا جدا ثم هتبتدي محاطة تانية ليه هي محاطة أنه هو هيبتدي يشتغل في التحاد الفريكي أو في بلده كريسا للحكام فأعتقد النهاردة في هذه المباراة هيكون حاليس جدا جدا أنه يقدم أفضل مشتوى خاصة عندنا المباراة يعني تحاد دولي موجود تحاد الفريكي موجود بكل لجانه موجودة كل العالم يتفرج هزيم براه أعتقد أنه هيكون حاليس جدا جدا كمتالهاني أنه يقدم مستوى أفضل خاصة زي ما قلت حياتك بينهي عشان يخرج من مباراة الكبير صحيح